موسيقى بفضل انطلاق تشغيل العمليات المينائية بميناء طنجل متوسط اثنان تمكن المركب المينائي طنجل متوسط خلال العام الفين وتسعة عشر من معالجة ازيد من اربعة ملايين وثمانمائة الف حاوية بمجموع 65 مليون تن من البضائع انطلاقا من حصيلة المركب المينائي للسنة الماضية سرحت السلطة المينائية ان اداء طنجل متوسط في مجال مناولة الحاويات حقق نموا استثنائيا بنسبة وصلت الى 38% حركة السيارات اوصفت بالايجابية حيث تجاوز عدد السيارات الجديدة المعالجة بالمحطتين المينائيتين المخصصتين لتصدير واستيراد العربات عتبة نصف مليون عربة بزيادة قدرها 5% عن العام 2018 بالنسبة لحركة النقل الدولي عبر الشاحنات فسجلت ارتفاعا بعد معالجة 357214 شاحنة للنقل الدولي الطرقي سنة 2019 بميناء طنجل متوسط بنمو نسبته 9% بالمقارنة مع سنة 2018 وتتكون الصادرات اساسا من المنتجات الصناعية والفلاحية والغذائية أما حركة المسافرين فعرفت استقرارا خلال العام 2019 بعبور أزيد من مليونين وسبعمائة وخمسة وسبعين ألف مسافر وستمائة وسبعة وتسعين ألف وثلاثمائة وأربع وعشرين عربة مقارنة مع سنة 2018 بينما شهد نقل البضائع السائب السائلة نموا بنسبة 7% حيث وصل مجموع البضائع المعالجة إلى 6 ملايين وثلاثمائة وخمسين ألف طن من المحروقات المعالجة كما سجلت حركة نقل البضائع السائبة الصلبة نموا بنسبة 2% لتصل إلى 258 ألف وثلاثمائة وأربعين طن هذا الأداء تزامن مع نمو حركة الملاحة البحرية بالمركب المينائي طنجة المتوسط بنسبة 7% حيث رست 14 ألف وثلاثمائة وخمس سفن بفضل وضع نظام لتجويد تدبير عمليات ما مكن طنجة المتوسط من استقبال حوالي 800 سفينة ضخمة بزيادة تعادل 9.9% عن العام 2018 عام 2019 شهد بداية نشاط عشرة فاعلين جدد بالمنطقة اللوجيستيكية المينائية بطنجة المتوسط منجزات مختلفة تقول السلطة المينائية تكرس مكانة طنجة المتوسط كمنصة مفضلة في خدمة الاقتصاد الوطني وكمركز اللوجيستيكي رئيسي للمبادلات العالمية